عاد الصراع بين ميليشيات الغرب الليبي إلى الواجهة مجدداً لتتلقى المحاولات الدولية والمحلية لإنجاز توافق بين الفرقاء ضربة جديدة يتأكد معها أن المعضلة الأمنية هي المقوض الرئيسي لجهود إعادة الاستقرار في محيط بلد التاقراء وقعت اشتباكات بين ميليشيات كتيبة التاقراء وكتيبة الضمان وجرى على أثرها إغلاق طرق رئيسية فيما حال تبادل إطلاق النار دون مرور موكب رئيس الحكومة لمنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة عبر المنطقة لدى عودته من زيارة قام بها إلى بلدة جادو بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لإطلاق النار باتجاه موكب الدبيبة في منطقة تاقراء شرقية العاصمة طرابلس بعد تصدير صورة عن غرب ليبي موحد خلف حكومة الوحدة المنتهية صلاحيتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة عاد الصراع على النفوذ بين الميليشيات إلى الواجهة ليؤكد أن المشترك هو الربح وليست المصلحة العليا للليبيين هذا الوجه القبيح للوضع الأمني في طرابلس حاولت حكومة دبيبة التبرؤ منه بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين ميليشي الرضع وميليشيات دعم الاستقرار في منطقة زاوية الدهماني تسببت في وقوع قتلى وجرحة قبل تدخل قوات 444 التابعة للمجلس الرئاسي للفصل بين الطرفين المتناحرين واكتفت داخلية دبيبة بالتعبير عن قلقها من تقرار الاشتباكات التي تؤدي إلى تقويد الأمن وتهديد الأرواح ويبدو أن دبيبة ورجاله بدورهم لم يسلموا من اليد الطولة للميليشيات في العاصمة الليبية بعد عرقلة اشتباكات أخرى في محيط بلدة تاجراء من مرور موكب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها لدى عودته من زيارة قام بها إلى بلدة جادو بل وذهبت بعض المصادر أن الدبيبة تعرض لوابل من النيران عند محاولته التدخل لإنهاء الاشتباكات بين ميليشيات كتيبة تاجراء وكتيبة الضمان هذه الأحداث كشفت موازين القوى بين عبد الحميد دبيبة والميليشيات في ترابلس حيث ميزانها مائل لصالح الأخيرة وبات الدبيبة أسير مصالح الميليشيات للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتح بشاغة كما كشفت أحداث ترابلس أن عدم تدخل عقلاء ليبيا سيعيد الفوضى ويطرح سيناريو الحل الأمني والعسكري أمام الليبيين شرقا وغربا ولعل اجتماع رئيس مجلسي البرلمان والأعلى للدولة في جينيف الأسبوع المقبل برعاية أممية سيستشعر الوضع الهش للمشهد الليبي ولمزيد من التعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا ضيفانا من بن غازي دكتور جبريل العبيدي الأكاديمي والباحث السياسي ومن تونس العاصمة عبر سكايب السيد محمد شبار المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية أبدأ معك دكتور جبريل وكما قال التقرير السؤال إلى أي مدى بات فعلا عبد الحميد البيبة أسيرة الميليشيات وموقف الميليشيات منه في هذه اللحظات مساء الخير لك ولضيفك وللسادة المشاهدين هذا يؤكد أن المشهد السياسي في ليبيا هو في الأصل أزمة أمنية بامتياز قبل أن تكون أزمة سياسية كما يروج لها ولكن في اعتقادي ليست بيبة وحده هو رهين أو حبيس هذه الميليشيات الجميع أصبح الآن في الماضي كانت هذه الميليشيات تحركها سواء قوة مؤدلجة أو قوة غير مؤدلجة تحرك الميليشيات كيفما تشاء الآن حصل العكس بعد أن أصبحت هذه الميليشيات لديها الأموال ولديها السلاح أصبحت هي صاحبة الحركة في المشهد وهي صاحبة اليد الطولة أكثر من من كانوا يحركوها فالآن أصبحت بيبة إما الدفع وإما المزيد من المشاكل والعرقيل وأيضا لخصوم بيبة كذلك فبالتالي من يدفع أكثر من سيكون الميليشيات في صفه ومؤيد له وهذا ما حضرنا منه كثيرا بأن حل الأزمة الأمنية بالأموال ستنتهي بهذا الشكل ستصبح هذه الميليشيات أشبه بالمافيا الموجودة داخل البلاد تبتز الحكومات تبتز البنك المركزي تنهب الأموال بهذه الطريقة فعندما يدفع سيدة بيبة أو غيره الميليشيات ماذا تتوقع منها ستطلب المزيد يعني في كل الأزمة ها هم الآن الذين دفع لهم بالأمس ها هم الآن اليوم يمنعونهم من دخول أو المرور عبر تاجراء إحدى المناطق الليبي في الغرب الليبي فبالتالي السياسة دفع المال لن تجني ولن تفيد بل ستنتهي بهذا الشكل أيضا محاولات وضع هذه الميليشيات وإلباسها الثوب العسكري وضمها ضمن الجيش ككوتل كاملة ككتائب كاملة متكاملة هذا هو أيضا رأس المشكلة كان من الأجدر أو الأصح تفكيك هذه الميليشيات ومنتسبها من يريد الانضمام إلى الجيش ينظم فرادة ولكن للأسف تم ضمهم ككتائب ولأهم ليس للجيش الليبي عنوين أسميهم هي تابعة للجيش ولكنها في الواقع هي ميليشيات من ضوية تحت أمرائها وتتبع ما يأمرونها به هنا دكتور جبريل واسمح لي أن نتواجه بالسؤال إلى السيد محمد شوبار يعني هنا تبدو المعضلة أيهما الأولى بالتحقق أولا الاستقرار الأمني ونزع سلاح الميليشيات أم الاستقرار السياسي من خلال الاستحقاقات ومن ثم تكون هناك حكومة وبرلمان يستطيعان معا اتخاذ الإجراءات الأمنية التي من شأنها نزع السلاح وإعادة الاستقرار للبلاد مرة أخرى بداية انتحية طيبة لك ولي ضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين بالتأكيد مسألة وجود حكومة قوية تستطيع أن تنفذ كل ما تم التوافق عليه سواء كان اتفاق وقف اطلاق النار أو قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن هو أمر ضروري من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا ما يحدث اليوم للأسف الشديد هو عبارة عن نزاع أو تنازع على السلطة ما يحدث في طرابلس هي عبارة عن مجموعات يعني أحدها ينتمي إلى حكومة فتح بشاغة الموازية والمجموعات الأخرى تنتمي إلى حكومة تبيبة التي هي الآن هي حكومة تصريف أعمال حكومة تبيبة لازالت لحد هذه اللحظة تحظى باعتراف دولي وهي عبارة عن حكومة تصريف أعمال أما مسألة تسليم الحكومة لا يمكن لحكومة تبيبة أن تسلم الحكم أو تسلم السلطة لأي حكومة إلا عبر مسار وحيد وهذا تحدثنا عليه منذ فترة طويلة جدا مسار ترعاها الأمم المتحدة وتيسره الأمم المتحدة من أجل التوافق وتسمية حكومة جديدة ولا أعتقد أن هذه الحكومة الجديدة الآن أصبح الحديث عليها بشكل واضح وكبير من قبل كثير من المسؤولين على المستوى الدولي أنها ستكون بعيدة كل البعد عن حكومة فتح بشاغة وأيضا بعيدة كل البعد عن حكومة عبد الحميدة تبيبة أيضا إذا ما تحدثنا عن الفوضى الفوضى منتشرة على كامل التراب الليبي شاهدنا باليومين الماضيين مسألة فتح الحدود في بوابة تمساعد ودخول المواطنين من جنسيات مختلفة وشاهدنا مسألة الفوضى التي حدثت في بلدية مساعد التي تحدث عنها عميد بلدية مساعد وأيضا مدير مديرية الأمن هناك لكن والأسف الشديد تم إقالة كل من يتحدث عن مسألة وجود هذه الفوضى تم إقالة عميد البلدية بشكل واضح أيضا فيما يتعلق بالمشهد السياسي والمشهد العسكري هناك أجندة خارجية واضحة هي من تسير الآن المشهد بشكل كامل نعم طيب يعني هنا سيد محمد ربما يكون من المجد أن نتوقف عند هذه النقطة تحديدا مسألة أن القوى الخارجية واسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى دكتور جبريل في بنغازي يعني دكتور جبريل السيد محمد يتحدث عن الأمم المتحدة وأنه ربما تكون أو يكون الحل بيديها لإيجاد حكومة جديدة والأمم المتحدة من وجهة نظر الكثيرين طوال الفترة الماضية تماطل وتسوف وتذهب بالأزمة إلى مزيد من التعقيد فإلى أي مدى يمكن التعويل على القوى الدولية من جهة والأمم المتحدة بالتحديد من جهة أخرى قبل ذلك أريد أن أعقب على جملة وهي أن تسليم السلطة في ليبيا ليست معنية به الأمم المتحدة يعني حكومة عبد الحميدة بيبة منحة الثقة من البرلمان الليبي فمن منحك الثقة يملك أن ينسحب منك الثقة وهذه أبجديات ألف باء السياسة في العالم فبالتالي حكومة بشآغة هي الحكومة الشرعية بحكم أن الذي نصبها البرلمان وليس الخارج فبالتالي الدعوة أن الأمم المتحدة تكون هي الوصي ففي اعتقاد هذه وصاية مرفوضة من الشعب الليبي ومرفوضة من جميع النخب السياسية العاقلة فعموما الأمم المتحدة دورها في ليبيا للأسف منذ إنشاء ليبيا لم يكن دور الأمم المتحدة إيجابي بشكل كامل كانت دائما الأمم المتحدة تضع العراقيل نحن لا ننسى اتفاق بيفنس فورزا الذي كان يريد تقسيم ليبيا وهذا كان عبر الأمم المتحدة ولولا القوى الوطنية والأباء المؤسسين لكانت ليبيا الآن ثلاث دول في ذلك الوقت ففي اعتقاده أن الأمم المتحدة والتعويل على الأمم المتحدة غير منطقي الأمم المتحدة اصدرت قرارا في 2011 بحماية المدنيين ولكنها لم نراها تحمي المدنيين المدنيون ذبحوا من داعش والميليشيات ذبحوا من جميع الأطراف أيضا ليبيا تعرضت لقصف تم تدمير كل البنية التحتية في ليبيا العسكرية بالذات فبالتالي الأمم المتحدة تركت ليبيا عرضة ومهب لجميع المشاكل ثم جاءت الآن بعد سنوات عجاف تريد أن تعطينا حلا حتى عندما اتفق الليبيون وحوالي قرابة ثلاثة مليون ليبيا ذهبوا وسجلوا أسمائهم ليكونوا ناخبين فرفضت الأمم المتحدة وقابت بالعرقين حتى بعدما حدث توافق ما بين مجلس الدولة وما بين مجلس النواب وجدنا تصريحات سلبية من المستشارة الأممية استيفاني ويليامز وكذلك من السفير الأمريكي وإلى آخره الأمم المتحدة إلى هذه اللحظة عاجزة عن تسمية مبعوث دولي لليبيا مما يعني حجم الخلاف الضخم داخل مجلس الأمن وداخل أروقة الأمم المتحدة على ليبيا يعني هل ألا يعقل أن إلى هذه اللحظة لم تتفق هذه الدول على أن يكون هناك مبعوث دولي إلى ليبيا حتى تم التحايل وتسمية السيدة استيفاني ويليامز نتيجة الفيتو الروسي إلى تسميتها مستشارة الأمين العام إلى ليبيا وتعمل عمل المبعوث العام في اعتقادي أن الأمم المتحدة لم يكن لها دور إيجابي يمكن التعويل عليه التعويل يمكن على الحوار الليبي الليبي أكثر من التعويل على الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر